أعلنت عصابة الأسد خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء استهدافه من قبل طيران الاحتلال الصهيوني فجر اليوم في حين ذكرت مصادر أن القصف الاستهدف ميليشيات إيرانية أفادت مصادر محلية بمقتل الشبيح رامي مزهر بعد إصابته بطلقة في الرأس من قبل مجهولين ويعد رامي من أحد أكبر مهربي المخدرات التابعين لإيران في مدينة السويداء ومسؤول عن تنفيذ جرائم كثيرة أوضح وزير الإدارة المحلية والخدمات المهندس محمد مسلم أن اللجنة الفنية تستمر في الكشف عن الأبنية المتضررة في منطقة جسر الشغور ونوها لوصول عدد الكشف في اليعقوبية والإقنية إلى 86 كشفا طلب العاهل الأردني من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين المساعدة والدعم لمكافحة تهريب المخدرات على طول الحدود مع سوريا ويذكر أن حرص الحدود الأردني يشتبك دائما مع مهربين مخدرات قادمين من سوريا قال المندوب الفرنسي في مجلس الأمن بأنهم يعلمون أن النظام المجرم استخدم السلاح الكيميوي ضد السوريين وأشار المندوب إلى أن محاولات التضليل التي يقوم بها بشار المجرم لن تعفيه من العقوبات تراجع الاتحاد الأوروبي عن دعوة مدير الهلال الأحمر السوري لتمثيل عصابات الأسد في مؤتمر المانحين الذي سيعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل لدعم المناطق المنكوبة في سوريا وتركيا جراء الزلزال المدمر